السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية خامس سنبدأ معكم اليوم في الدرس الأول من الوحدة الثانية من مادة التربية الاجتماعية وهي تتحدث عن عملية الزراعة الزراعة هي عنصر أساسي ومهم في حياة الإنسان لأنها تمد الإنسان بالمواد الغذائية والنباتية التي نستفيد منها في حياتنا اليومية فالزراعة هي عملية إنتاج المحاصيل الزراعية النافعة للإنسان والتي يحتاجها في حياته اليومية كما حسن الرسول صلى الله عليه وسلم على أهمية الزراعة في حديثه الشريف إن قامت الساعة وبيدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل فدليل هذا الحديث الشريف يدل على أو نستنتج معا من هذا الحديث الشريف بأن الزراعة مهمة في حياتنا فهذا الحديث يدل على أهمية الزراعة لنأتي إلى العوامل المؤثرة في الزراعة فهناك نوعان من العوامل التي تؤثر في الزراعة العوامل الطبيعية والعوامل البشرية لنأتي إلى العوامل الطبيعية مثل وفرة المياه فالإنسان يزرع حيث يوجد الماء اثنين التربة الخصبة ثلاثة المناخ الملائم أيضا العوامل البشرية مثل الأيدي العاملة فالزراعة تحتاج إلى أيدي عاملة أيضا إلى استخدام تقنيات حديثة في الزراعة لأن الزراعة توفر فرص عمل وتحتاج إلى الأموال وأيضا تحتاج إلى ما بعد العملية الزراعة تحتاج إلى التسويق الإنتاج الزراعي فهذه العوامل المكتملة تؤثر في الزراعة وجود المياه التربة المناسبة للزراعة وجود الأيدي العاملة التقنيات الحديثة وكلها مكملة لبعضها البعض في عملية الإنتاج الزراعي لنأتي إلى أنواع الزراعة فهناك نوعان من الزراعة سنتحدث بداية عن الزراعة المطرية فالزراعة المطرية هي التي تركز على الآلات أكثر من التركيز على الأيد العاملة يعني لا تحتاج إلى الأيد العاملة الكثيرة وأيضا تعتمد هذه الزراعة المطرية على مياه الأمطار في ريء المزروعات يعني لا تحتاج إلى الريء باستمرار فقط من مياه الأمطار لنأتي إلى النوع الآخر من أنواع الزراعة وهو الزراعة المروية الزراعة المروية فهي تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة تحتاج إلى الأيد العاملة الكثيرة وأيضا تعتمد على المياه السطحية والمياه الجوفية في ريء المزروعات فهي تحتاج إلى كميات كبيرة من الأمطار التي حتى تعطي الثمار هذه بالنسبة إلى أنواع الزراعة لنأتي إلى المحاصيل الزراعية ففي الأردن تتنوع المحاصيل الزراعية حسب المناخ أو المنطقة التي يزرع فيها فهناك محاصيل لا تحتاج إلى حرارة عالية بل تحتاج إلى حرارة معتدلة مثل شجار العنب، اللوزيات والزيتون وهذه المزروعات تزرع في مناطق مثل إربدو، عجلون، جرش، الصلط فهي مناخها معتدل أو حرارته معتدلة فتناسب هذه الأنواع من المحاصيل وهناك محاصيل خامس تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة مثل الموز الحمضيات النخيل وهي تزرع في الأغوار لذلك تسمى الأغوار بسلة الأردن الغذائية لوجود العديد من المزروعات التي يتم إنتاجها في منطقة الأغوار لكن يواجه قطاع الزراعة مشكلات مختلفة سنتحدث اليوم سنتحدث اليوم عن الزحف العمراني أو هذه المشكلة هي البناء على الأراضي الزراعية يعني الناس تزرع في الأراضي الزراعية وهذا يؤدي إلى أن نخسر هذه المساحة الزراعية واثنين تذبذب حطل الأمطار تختلف كمية الأمطار من فصل إلى آخر وبالأردن لا يوجد مياه في الأردن إلا المياه الأمطار فنحن نعتمد فقط على مياه الأمطار لعدم وجود مصادر أخرى لكي نعالج هذه المشاكل ممكن أن نقوم بعملية البناء العامودي يعني البناء الطوابق اثنين ممكن استخدام الري بالتنقيط وليس الري بشكل عشوائي فممكن هذه من الحلول لحل المشكلات القطاع الزراعي بهك يا خامس منكون أنهينا درسنا الأول للوحدة الثانية ويعطيكم ألف عافية نراكم في الدروس القادمة ترجمة نانسي قنقر